تنمية المستدامة المدون تنمية المدون تنمية المدون يتمكنوا يمارس حقوقه واجيباته يمارس الحريات والمسؤولية يحافظ على حقوقه ويحافظ على حقوق الأغيار ويحافظ على حقوق المجال البيئي اللي هو فيه والطبيعي هذا الحي اليوم حاسيم وذلك شعرت في منتدى المواطنة نحن الآن تقريباً هذه ثلاث سنوات ونحن نركز هذه القضية وسط واحد عدد الفعاليات الجمعوية ومنتخابين أولاً نقوي الترفع نتوجه الدولة وننبوها أنها تتوفر المؤسساتية والقانونية والسياسية تنزيل البرامج الدولة والستراتيجية والسياسات على مستوى الأحياء ديالها وأنها تمكن المرافق والخدمات العمومية في الأحياء وأن الحي والوحدة للقياس ممكن أن تقول لي عندي مستشفى في هذا الإقليم عندي مدراسة الله سكتعطيني الوحدات على مستوى الحي التغطية على مستوى الحي المسألة الثانية أود أن نحاول أن نقوي القدرات الجمعيات أنها تملك هذه المرجعيات الدولية والقطنية ولكن ترجمها في الترافع وفي المساهمة ديالها على مستوى الحي لكن استراتيجية تنميسة على الأحياء ولكن على المستوى لا تنقوش لا تنزيلتها استراتيجية ما شيع 제일 علاقات التنميسة وهو المنجز ديالها أو من اللي تتحدد المنجز ما تتحدد cessor للمنجز على المستوى الآطار دياله والم hacen على الحياة ونمط العيش ونوعية الحياة ديال المواطنين والمواطنين المحليين هذه المسألة مزال... وغالباً اللي يحصل.» نعم أن المزل هو المواصف هذا المسألة مهمة الميزانيات ولكن هذه الميزانيات هي وسيلة هذاك البرنامج هو وسيلة هذاك المشروع لدينا هو وسيلة الغاية في نهاية المطاف والنتيجة هو الأثار دياله على نمط العيش ديال المواطن الإنساني وإلى نوعية الحياة وفق مرجعيات مطبوطة كينا في الدص وكينا في التزامات ديال الدولة طيب تم من جي أخرى ليش واحد عدد البراميج كتخرج من المركز والستراتيجيات ولكن المواطنات والمواطنين كي يحتجوا إما بيدعوة أنها مادات شقع أو أنها ضعيفة ولأنها موصلتهمش لأنها فعل الأثار دياله محدودة لماذا الأثار دياله محدودة؟ لأنه محلياً وعلى مستوى الأحياء المرافق العمومية ضعيفة المؤسسات العمومية ضعيفة الخدمات العمومية ضعيفة فإذن اليوم اللي كي تتعضح جيداً وخص الدولة تحسن فيه ممكنش نحقه 200 بدون ما نقوي والمرافق والخدمات العمومية على مستوى الأحياء والدواوير بواحد المعدال معين بواحد السميك خصوى أحد أدنى ديال العدالة المجالية اللي خصت تكون في كل منطقة من الخدمات الأساسية الخدمات اللي كتتعلق بالسكن بشكل عام كتتعلق بالصحة بالتربية والتعليم بالمجال البيئي بالمجال الترفيهي بالنقل يعني بتشغيل بحماية البيئة هذه المسألة الأساسية هي التغرى اللي ما زال كنا في المغرب العواضح المغرب التغرى الكبير اللي عنده هو ما زال يعني المسؤولين عندنا والدولة مركزياً بغا تحقق نتائج بدون ما نتأهل المؤسسات والمرافق العمومية ما نتأهلهم نتأهلهم الصلاحيات وتعتهم الاختصاص نخرجهم من التمركز ونخرجهم من المركزية نتأهلنا نفوتوا الاختصاصات والصلاحيات والصلاحيات والبنية الجهوية والإقليمية والمحلية المواريد المالية نفسية نسمحوا لهذه الناس أنهم هم الذين يوضعوا المخططات والبرامج الملائمة المناطق ديالهم والأحياء ديالهم هذا هو اللي المغريب ما زال فيه تردد تردد كبير كيفاش نعودون ديروا توزيع الصلاحيات من المركز للجهات الأقليم المحلي وما بين المؤسسات ديال الدولة لذا كاللاحظو هذه الهوة الكبيرة ما بين ما تقولوا الدولة بأنها تبدلوا من مجهود وجزء منه صحح ولكن ما بين الاحتجاجات ديال المواطنين يومياً وليس هو صحح لأنه تتكلموا لش حال وصلهم الدولة كتقول لش خرجات المواطن كيقول لش وصلني الدولة عندها الحق ولكن المواطنة عندها الحق واذا طيب علش كنخرجوا بزاف وكيوصل شوية أو ما كيوصلش لأنه القنوات اللي كنصرفوا في هذاك شي ضعيفة والقنوات ممكن تكون إلا القنوات العادية والطبيعية كم العالم كله اللي هي القطاعات الحكومية القطاعات الوزارية المؤسسات العمومية المستوى المركزي والجهوي والإقيمة المحلي وهو كان قوي القدرة والسلطة ديال المحلي اليوم تشعد نفي نصوص متاق لا تركيز الإداري ولكن الأسف الشديد كانت تردد كبير جداً في تفعيلها المزال المغرب فيه مركزية شديدة وتمركز شديد وهذا كيأثر على المرضودية ديالتنمية وديالسياسات العمومية على مستوى الأحيان